موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من ساعة صباح وفيها 2017 بالنسبة لي أنا فات ممتاز حققت فيه إجازات قبل أن يلفظ عام 2017 ساعته الأخيرة كيف نضع جدولاً زمنياً بأهدافنا في العام الجديد؟ وهل من المفيد مراجعة خطط العام الفائت؟ موسيقى قبل أن يلفظ 2017 ساعته الأخيرة يتبادر لأذهاننا سؤال ما الذي حققناه خلال العام؟ وما الذي أخفقنا في تحقيقه؟ وكيف نتهت خطط العام الفائت؟ ونحن على أعتاب عام جديد وبما أن كشف حساب اليوم كان بالأمس حزمة أهداف وتطلعات يكون السؤال الأكثر واقعي وجدوى ما الذي نسعى للوصول إليه خلال العام القادم؟ وكيف نعد خطة زمنية لاقتناصه؟ تفاصيل ومعلومات أكثر تتابعونها في حلقة اليوم من ساعة صباح 2017 بالنسبة لي نيافات ممتاز حققت فيه إنجازات في أمور الشخصية ونتمنى من 2018 نزيد الحق في إنجازات أكبر نتمنى والتونس تتحسن تونس من أحسن لأحسن ونتمنى والصحة والعافية والله يتعدى بسببها الحمدول وتتعدى وشكل حاجات برشو حاجات بوزيتيفة فإن شاء الله ديما 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 ما خير إذيك الحاجة الباهية ونتمنى أنه أكثر حاجة تركح البلاد بالرسمة تركح تركح الحقيقة على سعيد المهني حمدولله معناتها خذيت بلاسة باية واختبت في 2017 حتيت السيخي على معناتها أول سلو وإن شاء الله في 2018 إن شاء الله في 30 مارس يكون عرسي وبش تبدل حياتي بش تولي استاتيو جديد بش تولي حيات جديدة وإن شاء الله نزيد نثبت روحة أكثر في الخدمة ونزيد نقدم على شليا معناتها حققت في 2017 عدة حاجات معناها على سعيد شخصي واني التقيت إلى متوقع عام كنت متوقع أول بقى معناها فما حاجات حبيت حققها ما وصلت لهيش وللحديث مشاهدينا عن الحصاد الشخصية للعام الفائت ووضع أهداف العام الجديد نرحب بضيفينا في الاستوديو الأخصائي النفسي الدكتور جميل البابلي صباح الخير وأهلا وسهلا بك صباح النور وصباح الخير أيضا على مشاهدينا على امتداد وطننا العربي الكبير من محوطه إلى خليجه متمنيا لهم أيضا عاما جديدا فيه كثير من تحقيق الأهداف والسعادة أهلا وسهلا بك وأيضا يسعدنا أن نرحب بمحمد الحيدر مدرب جودة الحياة صباح الخير وأهلا وسهلا بك صباح النور وأهلا وسهلا بك اختميسون والمشاهدي العزاء أهلا وسهلا وقبل أن ننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر وأنتم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي إن كنتم من المهتمين بإعداد خطط بأهدافكم السنوية شاركونا بتجاربكم في كيفية إعدادها ومن ثم تقييمها وذلك عبر صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر سأبدأ معك أستاذ محمد بالبداية عندما نقول مدرب جودة حياة ما المقصود بها؟ جميل هي طبعا بتجي من شقين الشق الأول هو اللي ما يسمى باللايف كوتشنج معناه بالعربي مدرب حياة والشق الثاني هو العلم النفس الإيجابي اللي يعني بالصحة النفسية فكرة طبعا مدرب الحياة هو يقعد مع الشخص بحيث أن يساعده كيف تكون حياته أفضل كيف أنه يخرج أفضل ما عنده نحن طيب عارفين أن كثير من الناس تحس أن هي حياتها اليوم ما رح تتغير أبدا واللي هي اليوم عليه من موارد ومن قدرات أبدا لا تتغير ثابتة ولكن هذا شيء خاطئ ومعتقد يعني لا يخلي الإنسان أنه يتطور في حياته فمدرب الحياة يقعد مع الشخص يراجع معه إيش هو من جد يبغي في حياته كيف ممكن يحصل اللي هو يبغيه وكيف ممكن تصير جودة حياته بشكل عام بجوانبها المختلفة أفضل نعم وهذا ربما الجميع يتمناه في هذه الحياة دكتور جميل في البداية ما أهمية وضع خطط لألعام الجديد هل بالفعل هذه الخطوة مهمة؟ حقيقة وضع الخطط للشخص له عوامل كثير وبتعكس مدى الشخص هل هو شخص مبادر أم شخص يعيش على ردود فعل ويشاهد ما يحصل من حوله فإذا كان هذا الإنسان مبادر يقوم بوضع خطط له وهذه الخطط قد لا تكون فقط سنوية وإنما تكون خطط استراتيجية هي لسنوات لسنوات وبالتالي لا نقول أنه نهاية عام 2017 انتهت ونهاية عام 2018 جاءت لكنه أيضا هو مع امتداد السنوات يتابع تمثيل خططه أول بأول وله علاقة أيضا بمدى إدراك الإنسان لسر وجوده في هذه الحياة فنحن نعرف أنه جميعا كل إنسان فينا سيأتي عليه يوم ويصل إلى خط النهاية الآن السؤال الذي يطرح نفسه عندما أصل إلى هذا المشوار في نهايته ماذا أريد الناس أن يقولوا عني هل أريد أن أكون إنسان مميزا هل أريد أن أترك لي في بستان الحياة زهرة هذا شيء مهم جدا حتى يحدد مدى أهمية وجدية ومعنوية الخطط التي يضعها الإنسان لنفسه هذا من ناحية وضع أهداف للعام الجديد وخطط للعام الجديد وربما سنناقش في تفصيل هذه الخطط ولكن هل أيضا من الأهمية أن نضع كشف حساب للعام الفائت ما الذي حققناه وما الذي لم نحققه؟ أكيد وضع كشف حساب هي عملية مراجعة لما تم والاستفادة من التاريخ تماما مثل مرآة السيارة فمرآة السيارة نحن ننظر إلى الأمام ولكن المرآة تعطينا المنظر الخلفي الذي يساعدنا على التنقل وتصحيح أوضاعنا شيئا فشيئا وهذا شيء مهم جدا في مراجعة ما تم وضعه من خطط في العام الماضي نقف عليها نراجعها نعدل بعضها نستغني عن بعض الأهداف وهكذا أعتقد أنه من المهم بمكان أن يكون عندنا وسيلة في أن نراجع ما سبق ونضع أهداف لما هو قادم أستاذ محمد وضع الأهداف للعام الجديد ربما الجميع في بداية السنة يحاول وضع هذه الأهداف ولكن المشكلة هي تحقيق هذه الأهداف والسعي لها والاستمرار في هذه الأهداف ما هي الطريقة الصحيحة من ناحية خبرتك طبعا في وضع أهداف للعام الجديد أو للأعوام المقبلة؟ جميل قبل أن نتكلم عن الطريقة الصحيحة نحتاج أن نتكلم عن ما الذي يعيقنا أن نحقق الأهداف كثير أحيانا نرى الناس في نهاية العام 31-12 يأخذ ورقة ويكتب لسته بأن الأهداف هذه أنا كلها أبغي أن أحققها في 2018 يعني يحس بأن هناك أمل أن يفتح صفحة جديدة ولكن اللستة هذه تنأخذ وتوضع في درج وما يشوفها يمكن بعد سنتين ويبطلها يشوفها أنا لم أحققت كثير منها الإشكال هنا أننا لدينا حماس تجاه أهدافنا ولكن الأهداف هذه مجرد أماني نعم واحدة من الطرق طبعا الحلول التي نفعلها هي أن نكون لدينا أهداف مكتوبة فهناك كانت دراسة في جامعة هارفرد في 1979 وكانت الدراسة هي أن أخذوا الخريجين من الجامعة وسألوهم سؤال قالوا لهم مين فيكم عنده أهداف مكتوبة ففي ناس قالت أن تقريبا ثلاثة في المئة منهم قالوا أنه عندي أهداف مكتوبة قرابة الأربعة وثمانين قالوا عندي أهداف مكتوبة لكن غير محددة والباقين قالوا أنهما ما عندهم أهداف مكتوبة بعد عشر سنين راحوا لنفس العينة وراحوا وشافوا ثروتهم اللي موجودة عندهم شافوا أن الثلاثة في المئة اللي قالوا أنهما عندهم أهداف مكتوبة ثروتهم تساوي السبعة وتسعين في المئة اللي ما عندهم أهداف مكتوبة واضحة فلهذا الحاجة الأولى أن نحتاج أن نعملها هي أن نكتب أهدافنا بشكل واضح لدينا نقاط أخرى إذا تسعى الوقت ممكن أن نتكلم عنها نعم سنتكلم معنها ولكن نذكر مشاهدين أنه يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وينضم إلينا عبر الهاتف محمد القحطاني من السعودية السلام عليكم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الحصاد الواحد يخاف الله والحاجة الحصاد الأحمد يريد حسد يفوز يرجع من أخطاره يرجع السنة الجديدة يتوب توقع النصيحة لأن ترتبع الأحمد آخر السنة تطلع لها عند الله سبحانه وتعالى يا بيضاء يا سوداء إن كانت بيضاء فحمرة بيضاء الخضرة وإن كان سوداء فنارت عن الحضرة فيرجع توقع من أخطائه وإن حلموا أولادهم يحشدونهم حصاد المدرسة والدين والأخلاق والأدب يعلمونهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم شكرا جزيلا لك سيد محمد على هذه المشاركة بالفعل تطرق إلى نقطة مهمة وهي بين الأهداف الجيدة الأهداف السيئة والحصاد ذكر الأستاذ محمد نقطة مهمة وهي الفرق بين الأهداف والأمنيات هنا بالفعل إنسان كيف يستطيع أن يفرق بينهما لكي يضع أهداف ربما واقعية نوعا ما استطعنا أن نقول نعم حقيقة إذا لم يكتب الهدف على الورقة فهو بيظل حلم في الدماغ وبالتالي لا بأس أن تكون هناك صورة ذهنية للهدف لتصوري للنهاية التي أريد أن أبلغها ولكن شيء مهم أن أضع أهدافي على الورقة يعني نقطة الكتابة على الورقة ربما اتفقتوا من أثناء على هذه النقطة يعني جدا مهمة هذه النقطة من البديهيات نعم هي من بديهيات وضع الأهداف وأيضا هناك أهداف متوازنة حتى يكون الإنسان في هذه الحياة فعالا فمثلا إذا كان هدف الإنسان مثلا أن يحقق فلوس في حياته هو يجمع ثروة هذا هدف كويس أو جيد لكنه لا يكفي ونقصد بالتوازن أن يوازن الإنسان بين أربع أمور مهمة جدا في نجاح حياته الأمور العقلية الأمور الجسدية الأمور الانفعالية والاجتماعية ويقصد بالأمور مثلا الجسمية إنسان أن يضع على نفسه مثلا خطة كيف ينزل وزنه كيف يحافظ على وزنه يكون يعني حافظ على صحته هذا أمر كثير مهم الأمور العقلية أيضا أنه يقرأ له كتاب يحضر دورة يجد أمور يستطيع أيضا يغذي فيها عقله الأمور العاطفية أيضا والاجتماعية هو أن يخلق وقت حتى ينفقه مع أصدقائه مع عائلته هو محتاج أيضا لهذا الوقت ومن الأمور الروحية أيضا يعني يخصص وقت مثلا نذهب لأداء العمرة للصلاة والتقرب من الله هذا التوازن بين هذه الأمور كلها يخلق إنسان ناجح بفاعلية والفاعلية دائما من سنة إلى سنة الإنسان يستطيع إذا ما حقق نفس أهداف العام الماضي يحقق أهداف أعلى نعم وأيضا معنا عبر الهاتف من السعودية أيضا بندر السلام عليكم بندر السلام عليكم تحية لك يختمين أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا عندي طلب وعندي سؤال تفضل يعني نطلب من قناة الجزيرة مباشرة إنها تنقل وتفتح الخطوط وتنقل المظاهرات الشعب الفارسي العظيم المظلوم زي ما كانت تنقل المظاهرات السابقة نعم ربما هذا يتم من خلال برامج أخرى سيد بندر هل لديك سؤال أيضا في نفس الموضوع موضوع حلقة اليوم نعم نعم عندي سؤال بس أنا قصد عودتنا قناة الجزيرة المباشرة بفتح الخطوط وقت المظاهرات وكذا نتمنى عمل هذا الشيء سؤالي لضيفيك يعني هناك من يخطط تخطيط إيجابي نعم وهناك من يخطط تخطيط سلبي منهم من خطط مثلا بالخيانة في العام الفائت ويخطط للخيانة في العام المقبل كيف نوجه وشكرا لكم شكرا جزيلا لك تطرق أيضا إلى نقطة ربما جد مهمة أيضا وهي استطعنا أن نقول أهداف سلبية هذه أو أهداف يعني الخيانة أو هل ممكن لشخص أن يخطط لهذه الأهداف أو ممكن أن نسميها أهداف ما هي الأهداف؟ هل هي مرتكزة على مبادئ أم لا؟ هنا السؤال هل هي مرتكزة على قيم أم لا؟ أنا لما أجي أحط أهدافي في لها ثلاث إنعكاسات الهدف لما يوضع إما ينعكس علي أو ينعكس على الآخرين أو ينعكس على الأمة ففي ناس طبعا تضع أهداف تنعكس عليها فقط يعني ما يهمها أي إنسان ثاني في الدنيا أهم حاجة أنها توصل لهدفها وهذا يعني حتى لو كان على حساب ربما هناك ضرر للآخرين طبعا طبعا حتى لو كان على حساب الدنيا كلها هو أهم حاجة أنه يوصل وهذا هو النجاح الفاشل النجاح الفقاعي يعني أنا قاعد أشوف أن الفقاعة تكبر وتكبر وتكبر لينما في لحظة واحدة بنلاقيها تتدمر نفس كثير كثير من طاغيات التاريخ نعم تكلم عن فرعون وغير فرعون الطاغيات دائما عندها أهداف وعندها خطط تضعها وبطريقة فعالة جدا ولكن توصل إلى فقاعة تنفجر ربما موضوع الرضا عن الذات في وضع الأهداف وتحقيق الأهداف أيضا ربما جد مهم من الناحية النفسية أكيد أكيد لا شك أنه الإنسان إذا كان راضي عن نفسه وأيضا التصالح ما بينه وبين قيمته في هذه الحياة تماما زي ما تفضل أخ محمد الشخص ممكن يخطط لفشله أيضا المهم أن تكون المنظومة القيمية التي تحكم تصرفات وأداء هذا الشخص هي التي حاضرة وموجودة وأيضا أهم حاجة هل الإنسان يرغب في أن يترك لنفسه سيرة عطرة يريد أن يتذكره التاريخ بشيء أم أنه يعيش على هامش هذه الحياة وبالتالي هنا شيء مهم كثير الإنسان الذي يخطط مثلا للفشل أو يخطط بطريقة سلبية حتى لو حقق هذا الهدف في النهاية هو يعيش حالي من الانفصام بين ما حققه من أهدافه أصلا عندما يخلو إلى نفسه في ساعة صفاء هو أصلا من الداخل غير راضي عن هذه الأهداف وبالتالي هنا يحصل الخلل المهم أن ينطلق الإنسان من أهدافه ذات القيمة السامية الراقية التي تقوده إن شاء الله إلى السعادة في الدنيا والآخرة سيد محمد ذكرت أولى مبادئ أو أولى الخطط لوضع أهداف عام جديد أو أهداف مستقبلية هي الكتابة نعم إذا انتقلنا إلى مرحلة أخرى يعني الشخص كتب الأهداف حدد ما هي الأهداف وكتبها المرحلة الثانية جميل هي طبعا أول حاجة أننا نحن نحط الأهداف كلها فممكن نفترض أنها صارت مئة هدف لا يتعلق الموضوع في كثرة الأهداف أو عددها طبعا يتعلق وهذا الحين سنوصل فأول حاجة عنده مثلا خلينا نقول أمية هدف من أمية هدف يروح يصنفهم هذه الخطوة الثانية تصنيف الأهداف طيب أنا أهدافي هذه مثلا لها علاقة بالبيت أهدافي هذه لها علاقة بالصحة أهدافي هذه علاقة كما ذكر الأستاذ مثل ما قال الأستاذ روحانية اجتماعية عقلية بعد ما يجمعها كلها ويصنفها الخطوة الثالثة أنه هو يكتب النتيجة التي يريدها كثير أحيان نحن نقول مثلا أنا أريد هدف يشتري سيارة طيب إيش النتيجة التي تبغيها كثير من الناس تنسى بأنها تقول أنا إيش النتيجة التي أحتاجها من تحقيق هدفي هل هذا هو إجابة على سؤال لماذا؟ بشكل أو بآخر نعم ليش أنا أبغي الشغلة هذه والله مثلا أخوي صغير دخل في خاطر آيفون 5 أو آيفون الآن آيفون 10 آيفون 10 فراح إلا أبغي آيفون 10 ووضع هدف واشترى الآيفون طيب إنت ليش تبغي الآيفون والله عشان مثلا أكشخ فيه قدام الناس وصير كاشخة وكذا طيب هل هذه النتيجة التي سيجيبها لك الآيفون ولا لا فالخطوة الثالثة هي أننا نضع النتيجة الخطوة الثالثة هي الغاية نعم النتيجة هي المخرجات الغاية هي الجواب عن لماذا نعم إيش غايتي من أني أنا من هذا الهدف نعم من هذا الهدف والخطة الخامسة هي أن أبدأ أنا أحط الخطة الآن يعني هذه لم تكن هذا تخطيط للخطة هذه فقط تخطيط لوضع الخطة نعم فآخر حاجة أنا أبدأ أحطي بالحين أنا إيش اللي رح أعمله على مستوى الأسبوع على مستوى الشهر على مستوى ستة شهور فأضع خطتي بتفاصيلها لتنفيذ هذه الأهداف دكتور جميل يعني جميعا عندما نريد أن نضع أهداف ربما نرتكب أخطاء وهذه الأخطاء ربما تعيق تحقيق أهدافنا ما أبرز الأخطاء برأيك التي تعيق تحقيق الأهداف حقيقة فيه هناك كثير أخطاء متعارف عليها بين الناس مثل منها مثلا استعجال النتائج مثل منها مثلا عدم مشاركة هاي الخطة مع الناس القريبين إله اسمحوني أشارك معاكم هذا المخطط إذا الكاميرا بتستطيع الجبنة أرفعه هيك طبعا ربما نستطيع أن أخذ نعم هذا المخطط نعم هذا المخطط هذا المخطط اسمه ترتيب الأولويات ومأخوذ من الدكتور ستيفن كوفي طبعا من طريق التنظيم طريق التنظيم الإنسان لحياته طبعا زي ما إحنا شايفين الأمور في الحياة تنقسم إلى أربع مهمات إما أن يكون الأمر هام وعاجل وإما أن يكون غير هام وعاجل أيضا المقصود بالهام مثلا مربع الأزمات هنا إذا كان الإنسان مثلا في مشكلة ربما أو نعم نعم اسمعنا مثلا جرس انذار الآن لازم نخل المكان وهكذا المربع الثاني مربع الخداع طبعا هذا راح أكثر الناس إذا كانت موجودة داخل هذا المربع يقوموا بعمل غير هام وعاجل ولكن عاجل مثل تخلص من الأعمال العاجلة إذا تخلصنا من هذا النوع من الأعمال نحن انتقلنا إلى المربع طبعا اقتربنا من مربع المستقبل الناس الناجحين والفعالين هم يقومون بعمل هام وغير عاجل يعني مثلا يخططون لأعمالهم يعملون على تطوير قدراتهم يقرؤون يتواصلون مع بعضهم البعض هذا المربع هو مربع المستقبل والمربع الضياح هو مربع نقع في أعمال هامة وغير عاجلة نعم غير هامة وغير عاجلة وبالتالي كل هذه المهمات زي ما احنا شايفين تأخذنا من مربع المستقبل الذي دائما ما يخطط على أن نكون فعالين في توفير حياة نوعية لأنفسنا يعني الوصول الهدف إلى وصول مربع المستقبل هو هام وغير عاجل هذه يسموه Q2 أو الكوادرانت رقم 2 أو رقم 2 المقصود فيها مثلا أعطي مثال بسيط عليها الشخص الذي يمارس عمل في هذا المربع دائما نفترض مثلا هو يريد يطور مثلا علاقته مع أسرته يوفر وقت يقضي وقت مع أسرته يخلق علاقة قوية بينه وبين أفراد أسرته الآن يستطيع بسهولة أن يقودهم يوجههم لكن إذا أنا لا أخلق هذا الوقت لا يكون بيني وبين أسرته كثير من التواصل دائما مشغول بالأمور عاجلة لا أنتبه إلى تفاصيل حياتهم وبالتالي تكون دائما نهاياتي ما المقصود به هام ربما عرفنا أنه أهمية الهدف ولكن غير عاجل يعني أن يتم ليس آنيا وأنما على مراحل نعم على فترة نعم هو الآن أهمية هذا المربع أنه بحطنا في حالة ذهنية بتمكننا أنه نخطط لحياتنا أنه بتفكرنا أنه نصل من أهدافنا بشكل تدريجي بدون ما نكون مستعجلين ويلا بسرعة وهاي الأمور اللي دائما إحنا بنكون مستعجلين فيها غالبا ما تكون نتائجها بنحكيها كويك فيكس يعني دائما نحاول نعم أنه نعالجها بطريقة سريعة بدون ما نبذ الجهد كافي عليها نعم وبالتالي هنا تأتي أهمية التخطيط أكيد نعم هنا تأتي أهمية التخطيط في هذا المربع نعم أستاذ محمد إذا انتقلنا إلى الخطوة التي تليها في تخطيط الأهداف ذكرت الكتابة وتحديد النتائج ولماذا وتحديد ربما الكيفية المقصود بها تحديد الخطة نعم هنا تكمن الأهمية ربما كيف نحدد بالفعل الأهداف الخطة لتحقيق هذه الأهداف جميل هي الخطة لما نحن نبغي نحطها أول حاجة نحط أي شي النتيجة لن نبغي وصلها أمامي الحاجة الثانية أنه يكون عندي سبب مقنع سبب جدا قوي فعالية الهدف تكمن في فعالية وقوة السبب يعني على سبيل المثال بجي بنشوف احنا شخص يبغي ينزل وزنه نعم ودائما يقرر أنه ينزل وزنه ولكن ترجع حليم العادات القديمة وهذا دائما أهداف ربما معظم الناس في بداية العام الجديد نعم بالضبط فعندي زميل بشوفه ماشاء الله عليه يعني شات حيلة في موضوع أن لا أنا ما أكل وجبات سريعة ما أكل الأشياء هذه فجي تسألت طيب أنت ماشاء الله عليك يعني مصر على الموضوع قال أيها وقال طيب إيش السبب؟ قال لي أن أختي رح تتزوج بعد ثلاث شهور فعايز أبغي يكون جسمي حلو للمناسبة فكان هناك سبب سبب جدا قوي بالنسبة له وطبعا محكوم بزنه بأن يصل إلى هذه النتيجة ولكن لما أنا أجي وأتكلم والله أنا فقط أريد أن ينزل وزني طيب أنت كم تبغي وزنك ينزل؟ طيب إيش هي المدة الزمنية التي تبغي وزنك ينزل فيها؟ وهل هناك سبب قوي؟ ولا لا إذا ما كان في سبب قوي يدعيني راح أرجع للأكل الجميل واللذيذ ربما هذا الموضوع هو الذي يشتت بعض الهدف وبعض الخطط أن لا يكون هناك هدف محدد وواضح دعونا نأخذ عبر الهاتف أيضا صالح من السعودية السلام عليكم صالح أولا أنا أسلم عليك وأنتي مقدمة رائعة شكرا أسلم على الأخوان أهلا وسهلا أنا أقول الخطة الفردية قبل ما أحط خطة فردية خاصة فيها ما هي الخطة العامة التي يخدم البيئة التي ينعايش فيها وبعدين هل يقدر الفرد يعمل خطة إذا ما عندها حكومة تخدمها وتكون البيئة ناجحة الثالثة أرجو أن تعملوا خطة في قطر إعادة الأمن الليبيا ومصر وتوريس شكرا جزيلا لك سيد صالح نرجو منكم الالتزام مشاهدينا ونرحب جميع اتصالاتكم ولكن نرجو منكم الالتزام بموضوع حلقة اليوم من ساعة صباح ربما لدينا نوافذ كثيرة في المسائية وغيرها التي تتحدثون في متى شاءون من مواضيع أخرى ركز السيد صالح ربما على موضوع مهم وهو كيفية أن يتجانس الهدف مع البيئة المحيطة به بالفعل ربما بعض الأشخاص يضعون أهداف ولكن البيئة المحيطة بهم ربما لا تساعدهم على تحقيق هذا الهدف نعم حقيقة تكلم أيضا أخ صالح عن وضع خطة فردية الآن إذا وضع الإنسان خطة فردية وركز عليها وعمل بشكل جاد على إنجاحها سأثقي تماما أن التغيير أيضا سيحصل على الناس اللي يحيطينها به فغالبا إتقاننا للخطة الفردية وتركيزنا عليها ينعكس ينعكس إذا طبعا إنجحنا فيها ينعكس أيضا على المحيطين فينا سيأتون إلينا كيف شو سويت كيف انجحت ما شاء الله وهكذا التغيير حقيقة هو يبدأ من النفس من الداخل ومن ثم يؤثر على دائرة التأثير كنت أنا مثلا معلم في صف أو كنت مدير لدائرة صغيرة دائرة تأثيري هم فقط هاي الفئة اللي أنا أستطيع أن تواصل معهم أأثر عليهم وبستطيع أغير وأطور من خلال خطط فردية لكل واحد لما ننجح الناس اللي حولينا راح يجو يسألونا كيف سويته وبالتالي لا شك أنه يطالب بتغيير مجتمعات كبيرة لكن من الخطأ الكبير أن يبدأ الإنسان بتغيير ثقافات ومجتمعات كبيرة لم يبدأ بتغيير بنفسه نعم هذا طبعا نقطة مهمة أستاذ محمد حول موضوع الإحباط يعني كثير مننا يصاب بالإحباط عندما هدفه أو الخطة التي وضعها تفشل لأسباب ربما خارج عن إرادته هنا كيف نستمر في أن نضع هدفنا وخططنا عرر الرغم من فشل مرة ومرتان وثلاث جميل سؤال جدا رائع لأن كثير من الناس تقع في فخ بأن أنا لازم أحقق هدفي مهما كان الثمن فتصاب بالإحباط وبعدين تحاول تحقق مرة أخرى ومرة بعدها ولكن لا تنجح الخطة فهنا نحتاج كناس تريد أن تحقق أهدافها نحتاج إلى الموازنة بين التقبل وتحمل المسؤولية يعني في أمور أنا بشوفها بسعى لها ولكن سبحان الله يعني كأن ربي بيوجهني إلى مكان ثاني يا أخي خلاص تقبل وضعك تقبل بأن هذه الشغلة مش لك أتركها وأسعى إلى حاجة ثانية الحين طبعا وتجيبنا للنقطة الثانية وهي تحمل المسؤولية يعني أنا ما يصير أروح أحبط لشغلة وأسقط الإحباط هذا على كل حاجة في حياتي على باقي الأهداف وباقي الأهداف وباقي الجوانب وبعدين ما أتحمل مسؤولية ذلك فلهذا أنا أتقبل ما لا أستطيع تغييره أحاول طبعا لكن إذا وصلت إلى أن لا أستطيع أكون مسؤول بأنني أنا أضع طرق وأهداف أخرى توصلني إلى المكان الذي أريد أن أصل إليه وهنا نقطة مهمة ربما تقبل الفشل مثلما نتقبل النجاح وأيضا نتقبل الفشل في بعض الأحيان مشاهدينا نتوقف الآن مع آراء عدد من المواطنين الموريتانيين حول أمنياتهم وتطلعاتهم في العام الجديد نتابع معا السنة 2017 بالنسبة لينا كانت السنة بالنفس الوقت الصعبة والسنة مليلا حققت فيها سمي الأشياء كنت ناويادهم العام 2017 كان عاما مميزا حققت فيه جميع الأمنيات بما لا يقل عن 90% مرحب بالعام الجديد أتمنى أن يكون عاما أمني وسلام وأن يعمق جميع الكرة الأرضية وخصوصا أرض مولتاني الحبيب 2017 كانت سنة جيدة بمعنى الكلمة بالنسبة لي كانت هناك الكثير من التحديات على المستوى المهنية وعلى المستوى الشخصي عشت فيها الكثير من الأحداث بالنسبة لي كانت جميلة رغم ما حدث في العالم من تغيرات وأشياء لم تكن جيدة على المستوى العالمي ولكن على مستوى الشخصي كانت سنة جيدة جدا سنة 2017 مرت عليها كباقي السنوات أيام زيني وأيام ماهم زيني كيف؟ مثلا جاء فيها ياسر من الأحداث التي أنا راضيتني وأحداث ما يراضيتني لكن ماذا اليوم لك ويوم عليك؟ حققت فيها ياسر من الأحلام التي راجع عني إن شاء الله في السنة الجديدة 2018 الذي مباركة لناس كاملة عليه ومباركة العالم العربي والعالم الإسلامي كامل عليه أن نحقق فيها أحلامي كاملة في السنة 2017 كانت عندي فيها قدر من الهداف حققت 60% من الهدافي في 2017 نتمنى عنه 2018 2018 تعود سنة سعيدة على جميع المسلمين والمسلمات جميع الدول العربية وخاصة بلدي الحبيب موريتانيا ونتمنى وقايلة 2018 إن شاء الله 60% أو 40% ما حققت 2017 نتمنى عنها تحقق 2018 إن شاء الله سنة 2017 كانت سنة مليئة من الإنجازات بالنسبة لي أنا شخصيا سافرت فيها الخارج وهدفه منه كان علىني لكن صفري نقبل منه شيء نقدر ننفع به تجارب نقدر ننفع به وطني مشاهدين نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم مشاهدين من جديد وحديثنا متواصل في حلقة اليوم عن الحصاد الشخصي للعام الفائز ووضع أهداف العام الجديد ونرحب مجددا بضيفينا الأخصاء النفسي الدكتور جميل البابلي ومحمد الحيدر مدرب جودة الحياة أهلا وسهلا بكم مجددا دكتور جميل ربما بعض الأشخاص ونسمع منهم كثيرا حول موضوع تحقيق الأهداف وعدم تحقيقها يرجع الموضوع إلى موضوع الحظ أنه لم يكن أتمتع بقدر كافي من الحظ لتحقيق أهدافي ما أهمية هذه الكلمة بالفعل؟ هل هي تحبط أم تزيد العزيمة؟ حقيقة هذه الكلمة لها علاقة بمفهوم العزو الداخلي كل شخص فينا هناك دافعية داخلية أو قد يكون الدافع خارجي لتحقيق هذه الأهداف فإذا كان عزو الإنسان برجعه لنفسه فهو إنسان يمتلك السيطرة على كثير من نتائج حياته سميها اللوكس أو كنترول يعني ما قدرته على أنه يسيطر على تفاصيل حياته الآن إذا أرجعت سواء نجاحي أو فشلي لعوامل خارجي عن إراتي فهذا معناته أنه أنا أضع اللوم على أمور خارجية نحن نقول في ديننا الحنيف إعقل رسولنا الكريم قال إعقل وتوكل هنا نأخذ بالأسباب بأسباب النجاح ونخطط لها حتى تكون النهايات ناجحة إذا فقط عزوت كل شيء للحظ لكن أنا أخذ بالأسباب وبتوكل على الله ومن ثم قد يكون الحظ معي أو يكون الحظ ضدي في النهايات السعيدة تماما مثل الطالب الذي يذهب إلى الامتحان والآن إحنا على أبواب امتحانات طلابنا يستعدوا لهذه الامتحانات الآن في عنا نوعين من الطلاب صوري النوع الأول دائما ليل نهار بدرس وبيستعد ويأخذ بأسباب النجاح إما طالب ثاني يقذي ليله ونهاره مثلا مثلا هو بحكي لك أنا بدي مثلا أصلي وبالتالي أدعو الله كي أنجح كي أنجح وبالتالي هو بدل من أن يقضي وقته ليل نهار بالدراسة يقضيه بالدعاء وبالصلاة والاستغفار ويسأل الله النجاح وهو لا يأخذ بالأسباب الآن هنا سبب غير الحظ وهو الآن يعتمد على الله طبعا في غير الأخذ بالأسباب وفي هذا طبعا خطأ واضح في كيفية تخطيط النجاح وبالتالي نعتمد على أنفسنا في المرحلة الأولى حتى نستطيع أن نقود حياتنا لنهايات سعيدة نعم وأيضا معنا عبر الهاتف علي من الجزائر السلام عليكم علي السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا أنا أرد المشاركة نحييكم على هذا البرنامج أنا أحب أن أذكر أن الإنسان في الموضوع اللي تكلموا عليه هو وضع خطة والخطة هذه يعني يقضحها في ورقة وفي الورقة يمشي أن يهملها في المكان يخبيه لأنه مع الوقت ربما يتهاون عليها ويرحولوا الأهداف تاعه ولا تربما يعلقها في الحائط في المكان يعني بيشوفوا يومي أقدر بشي يرقبها يوميا ووضع برنامج يعني برنامج كم يقولوا برنامج شخصي ليه هو مثلا مثلا موعد طدية مثلا إلى غير ذلك يحتينا بنفسه ورياضة إلى غير ذلك موعد راضية وكذلك خطة أسارية مثلا أنا في جزائر كبش العيد غالي يعني الكثير ما يشروش كبش العيد ولكن عندما يديروا في أن بروغرام يعني واللي نحي جزء من شهرية تاعه دي ما ينحي جزء أقدر يلحق وقت العيد يلقى تلك كمية المال مثلا في العطلة السنوية نحي جزء من المال دي ما يقرأ دي ما يدخل الشهرية يعني نحي هذا الجزء وكي مثلا علاقة مع الجيران مثلا علاقته مع الجيران وربما عنده ديون وربما عنده كده مع الناس وربما علاقة اجتماع العموم ربما تنظيف الحي المشاركة في حاملات تنظيف في العمارة في الحي إلى غير ذلك وهنا سنحتيك يعني شكرا جزيلا لك سيد علي على هذه المشاركة شكرا جزيلا لك تطرق سيد علي لنقطة أمهم معظم الناس عندما يبدأون في العام الجديد ويضعون الخطط والأهداف ويبدأون بها بحزم وهمة عالية ولكن مع مرور أيام السنة وأشهر السنة تبرد هذه الهمام ويصلون إلى آخر السنة وهم لم يحققوا هذه الأهداف ربما طرح نقطة أو فكرة هي وضع الأهداف وإن كانت مكتوبة ولكن وضعها معلقة يعني هذه الأشياء ربما بسيطة هل هي بالفعل تساعد الأشخاص؟ طبعا تساعد الأشخاص أنه يكتب هدفه ويعلقه أن يكون حاضرا أمامه هو حاضر أمامه وكل يوم يشوفه وفيه حتى ناس ترسم الهدف يعني مش فقط تكتبه على أساس أن تتخيله وتشوفه كأنه جاي بإذن الله تعالى وطبعا تسعاله ونفس ما قال الدكتور جميل أن الإنسان يعقلها ويتوكل بالطبع ولكن كيف لا تبرد الهمم؟ يعني الهمة في تحقيق الهدف كيف نحاول أن لا تبرد على مدار الأيام والشهور من أستنى؟ هنا عندنا نقطتين النقطة الأولى هي هل هناك وأرجع للكلمة التي ذكرت في البداية هل هناك سبب قوي تحفيز قوي ربما لا أني أنا أحقق الهدف هذا إذا الهدف القوي مش موجود إذن اللي راح يصير أنه راح الهمة تبرد الحاجة الثانية وهي كثير من الناس يعني تتغاضى عنها في مقولة بتقول أن الخطة بعد ما تكتب تصبح منتهية لأن الدنيا تتغير والإنسان كل يوم بيدرك شيء جديد فلهذا الخطة يجب أن تكون فعل مضارع مستمر أنا دائما بشوف خطتي وممكن أن حسب إدراكي وحسب فهمي للأمور التي تتغير أنا أغيرها مثل ما صار مثلا عندنا إحنا في قطر ومرين في أزمات لو إحنا بنجي ومر بالأزمة هذه ونقول لا إحنا بنمشي على الخطة اللي مخلينها قبل سنتين ما راح نمشي لقدام وهنا تعديل الخطة بالضبط ويجب أن تكون عنده المرونة بأنه هو يعدل الخطة ويضعها على أسس واضحة وما عنده مانع أنه يقول أنا خطتي غيرتها نعم ربما دكتور جميل لديه تحليق حول الموضوع تفضل وما في المداخلي حبيب أبدأ للأخ محمد عندما ذكر مثال الشخص اللي بده ينزل وزنه عشان العرص قريب بعد ثلاثة أشهر الآن هذا عنده سبب قوي نعم لآن تصوري لو شخص آخر أعطاكي سبب آخر قال لك مثلا أنا بدي أساوي نمط حياة صحي حتى تبتعد عني الأمراض لأنه مثلا نفترض أنه بدأ يعني تقدم به السن وبدأ وبدأ يعاني الآن الحافز عالي جدا ضمن هاي النقطة في عنا مبدأ مهم جدا في التنمية البشرية اللي هو مبدأ شحذ المنشار نحن نستخدم المنشار دائما لكن أيضا أو السكينة نحن نحتاج أيضا في وقت من الأوقات أنه نريح هذا المنشار ونأخذه ونشحذه وهذا الإنسان أيضا محتاج إلى مراجعات دورية لبرامجه ولنمط حياته حتى يستطيع أن يعدل وحتى يستطيع أيضا أنه يشحذ همته ويرفع من معنويته من معنويته ودائما إذا كانت الرؤية حاضرة والصورة الذهنية للهدف النهائي حاضر غالبا ما تكون الهدف متوقد ودائما مشتعل في نفس الشخص الذي يرغب في أن يحقق أهدافه نعم وأيضا مشاهدين وردنا العديد من أسئلة وتعليقات متابعين على صفحتين الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر عن موضوع حلقة اليوم عن الحصاد الشخصي للعام الفائت ووضع أهداف العام الجديد نتابع جانبا منها قبل أن نعود الاستكمالي هذا النقاش ترجمة نانسي قنقر 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 ربما لاحظنا أنتم المشاهدين أنا تعليقات متابعين بعضها ربما كان يحمل نوع من السلبية أو العواطف والعواطف الإيجابية حول الوضع المحيط بنا هنا كيف نستطيع أن نتغلب على ما يدور حولنا من أحداث سلبية ومواقف ولا يستطيع الإنسان كفرد أن يتدخل بها جميل هي طبعا الإنسان بشكل عام طبيعة الإنسان ميالة للسلبية يعني أنا مثلا سأرى ورقة بيضة وفيها نقطة سودة أول حاجة يجعيني على هي النقطة السودة الإنسان بطبيعته متشائم ولهذا يعني التفاؤل جدا مطلوب ولهذا يعني الرسول عليه وواله ابتساطه السلام كان يقول تفاؤل وبخير تجدوه فأحنا أول حاجة تحتاج إلى أن نتفاؤل بغض النظر عن الوضع الحالية الحاجة الثانية أنه لازم أن أرى دائرة تأثيري كما قال الدكتور أنا تأثيري أين؟ والله أنا مثلا قادر أن أغير الدنيا كلها ولا قادر أن أغير نفسي وأغير أهلي الكتاب الحكيم على الإسارة بالعالمين أن قو أنفسكم وأهليكم نارا أنت أول حاجة خلكم في نفسكم وفي أهلكم بعدين غيروا الدنيا فأنا أحتاج أن أنظر إلى أي شيء دارت تأثيري أي شيء أقدر أأثر وأمشي خطوة بخطوة ومن سار على الدربي وصل دكتور جميل مهم جدا كما ذكر الأهداف والخطط لا تتعلق بالشخص وربما تتعلق أيضا بالمحيطين به وخاصة الأسرة كم هو مهم أن تكون الأسرة مترابطة وأن تضع أهدافها مجتمعة يعني كل أسرة أن يكون لها جلسة لتقول ما كان في العام المنصر ما حققناه وما سوف نحققه في العام القادم كأسرة مجتمعة هذا سؤال رائع جدا وبيلقي ظلال كثيرة على ممارسات يمكن أن تكون إحنا تكاد تكون ناسينها أو ليس موجودة في فخاطتنا حقيقة هذا الأمر مهم كثير أن يكون للشخص نفسه رؤية شخصية هو يسعى إلى تحقيقها وأيضا الأسرة نفسها تعمل على وضع رؤية أيضا داخلية تعمل على تحقيقها أيضا لنفترض مثلا الأسرة قد يكون هدفها إنها يعني هي من خلال عملها الجاد هي تؤدي عبادة لله وبالتالي ارتبط هنا هدفها الجاد وبالتالي الطفل لما يذهب للمدرسة أو الإبن عندما يذهب إلى المدرسة هو يعمل عملا جادا في مدرسته الأب يمارس عملا جادا في عمله الأم تمارس عملا جادا كل حسب دوره نعم حسب دوره الآن تقسم هذه الرؤية إلى أهداف يستطيع كل شخص أن يحققها هل هو الطالب مثلا الإبن في داخل الأسرة عندما يذهب إلى المدرسة يمارس عملا جادا الآن بعد ما يتخرج هذا الطفل من هذه الأسرة هل سيمارس عملا جادا هل هو يسعى إلى أن يصبح مثلا مهندسا هل وضع لنفسه هدف سامي هدف كبير أم أنه يريد أن يصل إلى أقصر الحلول في مستقبله مثلا يستطيع أن يضع هدف لنفسه أنه يتحول مثلا إلى جندي هذه الجندية إذا انخرطت فيها تستطيع أن تحصل راتب وتستطيع أيضا تؤدي خدمة كبيرة للوطن لكن ماذا لو انضمنت إلى هذا السلك بعدما حصلت على شهادة الجامعية أيضا سيكون هناك دورك في الخدمة بشكل أكبر نعم وفعال أكثر وبالتالي تؤثر بشكل أكبر الآن هذه الأسرة عندما تجلس مع بعضها البعض هل تضع لنفسها أهداف هل رب الأسرة يراجح هذه الأهداف بطريقة دورية أم أنه يزور هذه الأهداف وبمشاركة الأبناء أيضا نعم ويأخذ رأيهم في الأهداف التي تم وضحها أم أنه يأتي على هذه الأهداف فقط على رأس السنة ومن ثم الآن هي موعدها وعندما تأتي العام القادم يبدأ الحديث عن هذه الأهداف وبالتالي أعتقد الأم أيضا لها دور كبير جدا في تنفيذ هذه الخطط في الخطة الإجرائية قد يكون الأب مشغول ولكن الأم تمتلك كثير من الوقت حتى تراجع كل شخص من أفراد وبتفاصيل هذه نعم بتفاصيل أيضا ماذا فعل كيف حقق ما هي نجاحاته أهمية أيضا دور التعزيز مهم كثير داخل الأسرة لتحفيز الأبناء على تحقيق هذه الأهداف مهم كثير أيضا في مراحل التنشئة الاجتماعية أن تكون عندنا ثقافة تنظيم الوقت وتنظيم الأشياء فتنظيم وقتنا يرتبط كثير أيضا بوضع أهداف فمثلا الأم بإمكانها الطفل أو ابنها عندما يأتي إلى الدراسة هي تحط له كل ساعة مثلا بإمكانه يلعب مثلا على الآيفون وهكذا الآن وضعت تحقيقه لأهدافه حلوا لواجباته من خلال تعزيزه وبالتالي هنا ساهمت الأم في بناء لبنات أساسية في تشجيع الأبناء على مفهوم التخطيط لحياتهم بشكل يومي وهذا العمل اليومي يساهم في النجاح بشكل نحكي فصلي ومن ثم سنون وبالتالي أيضا سينتقل مع الأبناء حتى عندما يكبرون وتصبح خطتهم وأهدافهم أكبر من ذلك نعم أستاذ محمد في نهاية نريد منك نصائح أو ملخص للنصائح على بداية العام الجديد لكي ندخل بهمم عالية ونضع بالفعل خطط نستطيع تحقيقها جميل النقطة الأول هي يعرف نفسك الإنسان يحتاج أن يعرف نفسه يعرف قيمه يعرف مبادئه يعرف أحلامه يعرف رسالته في الحياة من غير ما نعرف نفسنا بطريقة فعالة صعب أن نضع أهداف مبنية على هالأساس هل هي مبنية على قيمي على رسالتي في الحياة مبنية على قدراتي ونقاط قوتي أم لا؟ هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية أنت بديت بأهداف كثيرة ولكن حدد حدد أهدافك وخلها تكون تقارن بأولوياتك نحن كثير من الأحيان نضع الهدف وننسى أولوياتنا بس لما تسأل للإنسان تقول لي أنت أولوياتك يرجع يقول أنا أهلي أولوياتي طيب هل أهدافك مبنية على أولوياتك ولا لا؟ النقطة الثالثة أن يجب علي أن أنا أسأل نفسي إيش أحتاج لتحقيق الهدف الهدف ما راح يجي بالبركة الهدف راح يجي بجهد بالعمل بالعمل وبطلب المعرفة بطلب المهارة ممكن أحيانا أنا عندي هدف أريد أن أحققه ولكن في مهارة لا أمتلكها الآن نعم فأحتاج أني أنا أعرف إيش المهارة اللي راح أحققها نعم وفي النهاية تحلى بالمرونة طبعا نعم وقبل أن نختم أيضا معنا عبر الهاتف سارة من الدوحة صباح الخير سارة سارة صباح الخير أهلا أهلا صباح النور تفضلي أنا عندي مشكلة ما أعرف هي مشكلة يعني في عاقق عندي الله يسلمكم أنا أكتب أهداف وأمشي عليها خطوة بخطوة نعم بس أوصليني للنفس ما أقدر أكمل أما أني أتملل مثل ما نقول أو أروح أدور على هدف ثالي بس أهدافي ما توصل للنجاح بسبب ما ممكن يكون عاقق ممكن أن أنا من نفسي أتملل محتاجة حال أني أقدر أكمل أهدافي نعم شكرا لك سارة دكتور جميل يعني ربما لخصت بالفعل ما يمر به الكثير أو المعظم الناس ما تعليقك حقيقة منرجع زي ما حكينا في الحلقة هل أهدافها التي أضعها لها قيمة كبيرة الآن أيضا مهم كثير في لحظة أخذ الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف للقيام بعمل هل في هذه اللحظة حديث الذات بيني وبين نفسي يدفعك إلى الإقدام أم الإحجام حقيقة الدراسات تشير إلى أنه الدماغ هو عضو كسول وبالتالي كثير من الأشياء التي نحن نريد أن نقوم بها مثلا بدنا نساوي رياضة العصر والجو حلو قبل ما مثلا أطلع بيحكي لك دماغك لا فلاش بعدين خليها لبكرة التسويف والتأجيل في هذه اللحظة يقودك إلى عدم الإقدام على تحقيق أهدافك وما الحل هنا؟ الحل دائما علينا أن نضع أهداف ذكية وكلمة سمارت تجمع عناصر الأهداف الذكية فإنه يكون هدفنا محدد أن يكون إلو وقت أن يكون أيضا واقعي قابل أيضا للقياس وبالتالي إذا أنا وضعت أهداف ذكية يستطيع أن أقوم بعمل ذكي وليس عمل شاق وأعتقد أن التخطيط هي مرحلة مهمة في جودة الحياة للإنسان إذا كان هو أراد أن يمارس حياة ويجمع فيها كثير من الأشياء التي لا يستطيع أن ينفذها فالإنسان الذي ينظم وقته عنده وقت لكل شيء أما الإنسان الذي يعيش بردود فعل وعلى الهامش وبسرعة فأعتقد لا يستطيع أن يحقق أي من هذه الأهداف نقطتين ممكن أضيطهم؟ أتفضل إضافة طبعا تتمت للدكتور الإشكال في عدم تحقيق الأهداف يكمن في نقطتين الأولى هل هو الهدف داخلي المنشأ والخارجي المنشأ؟ نعم هل أنا من جد الذي أبغي الهدف هل هو ما أريد أو ما يجب أن أعمل؟ إذا كان ما يجب أن أعمل فهو خارجي المنشأ لأن الإنسان يحس ببريشور وضغط عليه أما إذا كان ما أريد حقا تحقيقه فهذه هي النقطة الأولى التي يحتاجها النقطة الثانية نحن للأسف أنا دائما أقول أنا أذبح نفسي عشان أوصل لهدف نعم طبعا الرحلة أطول من الوجهة فأنا أقضي سنة كاملة عشان أحقق حاجة في النهاية ممكن أستمتع فيها يوم ولا يومين فلهذا الرحلة يجب أن تكون ممتعة نعم والرحلة لا تكون ممتعة إلا إذا كان الهدف مبني على شغف إذا كان الهدف مرتكز على نقاط قوة الإنسان يعني أنا رحلتي تعطيني القوة ما تحرق طاقاتي الطريق إلى الهدف ربما بعض الأحيان أهم من الوصول إلى الهدف بالضبط لأن هذا بيكون أغنى نعم في التعلم وفي الاستمتاع وفي الخبرات والتجارة الإنسان ممكن أن يحصل عليها نعم وبهذه النصائح القيمة بالفعل ينتهي مشاهدين لقاؤنا لهذا اليوم من ساعة صباح نشكر ضيفينا الأخصائي النفسي الدكتور جميل البابلي كان معنا في الأستوديو مشكورا والسيد محمد الحيدر مدرب جودة الحياة وبالطبع الشكر لكم مشاهدين لطيب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا وكل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة